احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الى الله وليه الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لك عليك يا سيدي رسول الله صلاة وسلاما دائمين وتلازمين الى يوم الدين ثمما بعد احبة تجلال الله اينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد هذه حرقة جديدة من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنة ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته وان يعيدنا وإياكم من شياطين الانس والجن وان يربي لنا اولادنا وبناتنا على الكتاب والسنة وان يهديهم سواء السبيل وان يرزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات رب العباد ولي ذلك والقادر عليه ثمما بعد دائما خال ليحدث في البيوت نتيجة ان الانسان من لا يقتنع ان قلبه قاسي قلت لا والله ابدا نسدنا الشيخ ده انا رجل طيب وفحالي ودائما احب الخير للناس طيب زوجتك تشتكي ليه ابدا هي كده تحب النقد وتحب سبحان الله لا اله من الله والمرأة كذلك لي امو فلان قلت ابدا ده انا سدت مسكينة وفحالي والله وحب الخير لزوجي وحب اهله واتمنى ان لا اراه اتمنى ان اراهم يعني امر غريب قال له فاين الخلل لا بد ان القلوب القاسية لها علامات وانا عشان يعني اوضح المسألة لابد من ان ابين بعض من علامات القلب القاسي وانا اولكم اراجع مع نفسها لانا ترى انا صاحب قلبي قاسي ام صاحب قلب خاشع لي مع الناس وانتم كذلك رجالا ونساء ابنائي وبناتي نشوف يا ترى ايه القلب القاسي اولا هو القلب القاسي ده كيف يقصو قال له اول شيء من علامات او من روافد خسوة القلب كثرة النوم الناس النوم مرتبط كما قلت لكم من قبل بكثرة المعاصي كل ما راح يذنب اكثر كل ما ينام اكثر كل ما ذنوبه تكثر كل ما نومه يكثر ليه من اين اتيت انا بهذا الكلام الجنة كم ساعة ينام الانسان في الجنة سبحان الله كم ساعة ولا دقيقة ولا ثانية لا نوم لا موت يعني لا هم لا غم لا حزن سبحان الله لا ليل لا نهار ما فيش اذا ما فيش نوم في الجنة ليه لان اهل الجنة لا يعصون الله رب العباد لا يعصوش ربنا فعدم الذنوب مرتبط باليقظة وكثرة الذنوب مرتبطة بالنوم وقلنا من قبل احنا لو حسبنا ان لو نمت ثمان ساعات كل يوم واموتا عندي ستين سنة اذا انا نمت من عمري عشرين سنة عشرين سنة نوم تلت العمر ضاع نوما وما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول الصهر لدى ولا دى كما قال الخيام هي كده فالعبد من هنا كثرة النوم ايضا من ضمن روافة قصمة القلب كثرة الاكل الطعام ده مصيبة ليه الصالحين كان عندهم قضيتين قدرة الطعام مع وجود المال الحلال الذي يستري بهذا الطعام فماله حلال فالمال الحلال شفاء من كل ده وانا لا ادري لماذا سبحان الله العظيم المسلمين يعني كثرت بطنتهم يعني يأكل يأكل ويأكل اغرب من الخيال بناتنا ونساؤنا ربنا يهدي الحال هم اكثر الناس ذهابا الى العيادات الحمية والرجيم تأكل سبحانه وطال وينفق في هذا ثم تذهب الى الطبيب لتعمل حمي عشان تخفف من اثار كثرة الطعام وتنفق الاف فتنفق المسكينة او المسكينة الرجل الذي ينفق عليها ضعفين مسألة ايه مسألة في كثرة الاكل ومسألة في علاج يعني ازياد الوزن الله طب كفى بابن ادم ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه صح ولا لا لكن اخذ كل المعدة للطعام والشراب لا مجال فيها النفس والعياذ يجي يصلي صراته تعبانا ما يقدر يركع لا يستطيع لا يستطيع السجود لو اطال الامام في السجود قليلا يا الله يقول لك فين اكسجين اتأكل لها يا رجل انت اطلت بنا وما اطل به هو الذي يعني سبحان الله فاذا كثرة النوم كثرة الاكل ثم من ضمن روافة قسوة القرن كثرة الكلام واحنا امة اصبحت امة مكلمة كل يتكلم كل يتكلم يا مؤمن لماذا خلق الله لي لسانا واذنين ليه فكر فيها عشان كلامي يكون نصف استماعي يعني استمع ضعف ما اتكلم فلو تكلمت عشد دقائق لازم استمع ثلث ساعة لو تكلمت ساعة يجب ان استمع ساعتين لا ده احنا امة العرب الله اكبر علينا ما شاء الله والمسلمين يتكلمون سبحان الله سبعة ايام ويستمعون سبعة ثواني ده اذا اراد ان يسمع وبالذات لزوجته وبالذات لأقاربه وبالذات لمن يريد ان ينصحه وبالذات لمن للشيخ في المسجد سبحان الله يعدي فيها يا ابن اتقل رجل خطيب يخطب ومن مس الحصة فقد لغى جمعتك ضاعت داعت سبحانه انطلع المحمول ويكتب رسائل ده قلة ادب طبعا انا لو استطدت واحد من هؤلاء وانا على المنبر ده يعني يكون امه قد دعت عليه لالية القادل لقضية اخرى لكن لكن ارأى يعني يشكو بعض تلاميذنا وابنائنا من الدعاء والامة والوعاء يقول لك الناس يطلعوا يا اخي لا وانتقول له يا شيخ ما تسكت له يبقى ان تعظوا ان تنهره عما يصنع اما اما تتركه بهذا وهو يظن ان صلاة وسهل فهو مجرد حضوره حضور معاليه وسيادته قال هو ده يعني اه اقضى الامر لا يبقى ان يتقب يتقبنا على الزوجات لو انت جاعد امام الوزير يجوز ان ترسل السالة وانت جاعد امامه والله ما تستطيع لانك هتستحي قل ما اقول يا اخي انا مع الوزير وارسل رسالة لزوجتي ولا لابنتي ما اقول هذا كله كثرت النوم كثرت الطعام كثرت الكلام سبحان الله ثم كثرت المخالطة في واحد يعلمه عارف الف بني اهدم يا اخي كفى بصديقين او ثلاثة وفيه شروط خمسة لمن تصاحبهم عادت صادق اشترت شروطا خمسة في من تصادقه ما كانش فيه المواصفات الخمسة دي لا داعي شيء ام اذا رأاك غافلا ذكرك اهل الصديق الصح يا فلان لم تصلي معنا العصر يا فلان لا نراك في درس العلم يا فلان كذا وكذا ما فلان ما شاء الله كنت المقرأة وتراجع القرآن واوشكت على حفظ البقرة والعمران انت خلاص كان فبزئين او ثلاثة يبا يذكرك طيب ان رأاك غافلا ذكرك طيب وان رأاك ذاكرا اعانك مش قلتك يا شيخ لا تتشدد ايه التطرف ده يعمل مش كده الدين يسر الله وريد ده افعل شيء انه يصلي الفرد وبعض من النوافذ او شيء من القرآن ناس لم يصنع اكتر من هذا لكن لا ده هو يصوره لا بالعكس الاخ الصادق الذي او الصديق الصالح الذي ان رأاك غافلا ان ذكرك وان رأاك ذاكرا ايه اعانك ادي الشرط الثاني للأخوة الشرط الثالث اذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته اما وانما تشوفه كده يا الله والله فلان ده كان السبب فانه عرفني الشيخ عمر وسمعت دروسه وسمعت بالدرس كده وكده والله ادي اللي اعطاني مرة سيدي كده والا قرص والا شريط والا كتاب نفعني خلاني اوضب على الصلاة خلاني اتقل خلاني امسك لساني وهكذا ان تذكرك بالله رؤيته وبعدين ان يدلك على الله حاله لا يقول كلاما ويطبق كلاما اخر وليأخذ كذب حرام وهو يكذب وليقول في الموعيد حرام سبحان الله ولا يحافظ على المواعيد لا مش كده ان تذكرك بالله رؤيته وان يدلك على الله حاله ده الشرط الايه الرابع الشرط الخامس ان يزيد في علمك منطقه كل ما يتكلم تزداد علما مش تزداد جهلا مش يروح يستفتي سيدي جوجل لا سيدي جوجل ده لا يدرك من الفوت على شيء دي ناس الان على ودي مسألة لو سئلة فيها عم لجمع لها اهل باتر يروح على النت ويفتح الشوكة عن كبوتية ويروح على جوجل وياخد منها الفاتوى يا ابن الحلال ليس هذا الكلام مش منطقي جده يروح للشيخ واستفتيه لبيوت تقام على حلال اذا المنابع الخامسة دي كثرت النوم وكثرت الاكل وكثرت الكلام وكثرت المخالطة سبحان الله بهذا المنطق وكثرت التهريج الخامس منابع دول تقس القلب طيب اذا قس القلب اول شيء تتعطل الحواس لان القلب ده الملك والحواس الشغال عنده فالقلب مدام قاسي ينظر للمحرمات يتكلم في الفوضى يسمع سوء الادب يروح بريده الى المكان ويصير العبد العوبة في يد الشيطان ليه؟ لان لما القلب يقسو الخوف الخوف العبد من الله يقل فتبتدي المعصية تزين له ويفرح بها ويحزن اذا فاتته المعصية يروح يرايح والعاذ بالله يعمل شيء غلط او يرايح يشرب منكرا يبغضه الله ورسوله ويروح يرايح المكان مقهر اللي تعمل كده اغلق بقرار من الادارة المركزية يحزن يرجع حزين ان فاتته المعصية ده دليل على قسوة القلب طيب العكس ايه دليل قبول التوبة ودليل قلب الخاشي الخائف من الله يال انه يفرح بالطاعة ويكره ويحزن للمعصية وبعدين يقول سبحان الله العظيم ان تتحول بعد التوبة مرارة الطاعة الى حلاوة يعني ايما كانوا في العصيان ابوي صحي ابوي قلنا يا صليت المغرب امي قلنا يا قرأت القرآن فكان ثقيل عليه فكان الطاعة لها ايه لها مرارة زي بالضبط اللي لسه مش نوع الحجاب تقول انا اخب شعر هذا معقول يدي الجميلة تخبع زراعي رقبتي رجدي لا اله انا اول ما تتوب الى الله تقول يا الله معقول كان كل الناس يشوفوش عليه يا الله وتستحي من الله تستحي من الناس وتستحي من نفسها دليل قبول التوبة ليه لان تتحول مرارة الطاعة اللي كانت صعبة عليه الى حلاوة وتتحول حلاوة المعصية الى مرارة كان طاعة يسمع في السيارة قاعد في البيت فاتي ينقل على القنوات اياها سبحان الله اول ما يتوب الى الله وقلبه يبدأ تغادره قسوته يبتدي مرارة حلاوة المعصية تتحول لمرارة حلاوة المعصية تتحول ايه الى مرارة ومرارة الطاعة تتحول الى ايه الى حلاوة ده دليل ان القلب دخل على الله عز وجل طيب ايه اهم ما يصيب القلب من حجاب من حجاب بينه وبين الله نوعين من المرض اموهم امراض الشبهات وده موضوع كبير وضخم والعلماء تكلموا فيه والسلوكيات والفقه القلبي تكلموا فيه وربونا عليه وعلمونا صغرنا ما زلنا نتعلم ايه الشبهات اول شيء الشيطان يرى انسان مطيئ يعمل في ايه لا يقول له ان الصلاة ليست فردا لا لا يقول له الشيطان لا داعي ان تصدي ابدا لا يقول له لا داعي ان تقرأ القرآن مش ممكن وانما ايه اول شيء يجيله في الوسوسة يدخل له على الوسوسة انت متأكد ان وضعك سلي طب انت مغسلت اتنراعك طب انت نسير ليه لك اليمين طب انت نسير لا يلا يدخل له على الوسوسة ان العبد فتح الباب للشيطان عامل جل اللي فتح بابه لللص اللص يدخل يجلس في البيت ايه اللي ممكن يسرقه منه يسرق منك الطمأنينة يسرق منك الايمان يسرق منك التوقل على الله يسرق منك فرحتك بطاعة الله خوفك من الله عز وجل يسرق منك محبتك للصالحين يسرق منك محبة مجلس العلم يسرق منك الندم على الطاعة التي فتتك فاذا سرق هذا اللص وهذا الامر وانت فتحته الباب انت فتحت اول باب في باب الوسوسوسة ولكن لنا في الوسوسوسة تيه كلام اخر ان شاء الله يعني نقول ان شاء الله تمنى ان تكونوا معي بعد الفاصل باذن الله اهلا بكم مرحبا بكم احباتي في الله مرة اخرى ونحن قبل الفاصل كنا نتحدث عن بداية دخول مرض الشبهات الشيطان يدخل بنا الاول على مرحلة الوسوسة الشيطان ليس له سلطان على احد يعني هو لم يمنع انسانا من الصلاة لا يستطيع ولا يمنع انسانا من صناعة الخير ابدا ولا ينزي حجاب من فوق رأس البرامة لا يحصرش هذه ليست مهمته اقل من هذا هو اقل ان كيد الشيطان كان ضعيف هو كل مهمته ان يدخل في الوسوسة بس يودي وسوسة لي سبحان الله العظيم يعني اه انت نسيت الركوء انت سجدت سجدة واحدة انت صليت الراكعة الثانية ولم تقرأ الفاتحة لو سكدت للشيطان بهذا الشيطان يدخل في موضوع اكبر فانا اول شيء امنع باب الوسوسوسة امنع وده نوع من انواع مرض الشبهات ايه كمان ايش حياتها كلها تنازع نفسي يطرى الانسان مسيرا لمخير يا ابن الحدد انت شغل نفسك بالموضوع لا دخل لك به انت مسير في الامور التي سوف يحاسبك عليها رب العباد ومخير في الامور التي سوف يحاسبك عليها مسير في الامور اللي ربنا ما يحاسب ميلادك يوم وفاتك المرض الاشياء لا انت حاسب عليها انت كده مسير مخير في ايه في تعمل الصالحات او تعمل ايه الطالحات تعمل الحسنات او تعمل السيئات تعمل الخير او تعمل الشر تعمل المحاسن وتعمل المساوة هذه انت مخيره فيها لكن تجري لبالك طول حياتك خيرها لا ليست هذه مهمة المسلم ده ده لما تدخل عليك المسألة دي اعلم انك دخلت في شباك الايه في شباك الشبهات الشبهات اللي تضيع هيقل طويل وكتب اعمل حلقات يعمل ايه ده كله لماذا هذا سبحان الله فاذا سكت سبحان الله عن هذا الامر واستمر ينظر ان الشيطان يدخل له عشان يكلموا عن صحة المنهج الرباني يشكك يقول اه هو ممكن الاسلام يحلل مشكلة الاقتصاد العالمي ايه ممكن يحلل طب علاقة من الاسلام والفن في علاقة بين الاسلام والفن يضبط الامور يعني الاسلام يحلل مشكلة ايه يحدل كل مشكلة في العالم الا ويستطيع الاسلام حلها ليه لانه من نهج رباني احنا اللي خرجنا عن الاطار فلما جاوز قال لفتاة وآتنا غدا انا لقد لقينا من سفرين هذا نصبا تعبا ليه لن نجاوز انت تجاوز الحدود الله تتعب تنصب ينسل عليك التعب لكن لو انت ذاك الحدود الله انت مستريح سبحان الله انت مستريح تجد سبحان الله العظيم اذا دخلت الى اهل بيتك ونظرت على يعني زوجتك تنظر براحة لو عايز ولا عايز ولا تنظر على شيء غير ما احلى الله لك تعمل مشهود وتشوف مين شايفك احسن حد يعيب عليك يكون انت رجل مثلا ذو حيثية او انسان محترم في العمل او او شغل علي رجل عينيه زيغة لا سبحانك يا رب العباد لكن الحلال واضح حتى كلمة حلال وحرام وده مش عشان الشبهات والحرام كلمة حلال وحرام في اللغة اقول كلمة حلال حلال فتح الفم فم مفتوح لك دائما الحلال في النور تروح تاخذ راتبك من المسؤول المالي ولو تأخر عليك تطرق عليه على مكتبه اين راتبي اين حقي لو انت بل عاذب الله موظف مرتشي ها هل تروح تطرق عليه بعنفه تقول له اين حقنا تقول له قابلنا على المقهى قابلنا على الطريق الصحراوي قابلنا مدينة لايه لانه حرام كلمة حرام جوه ظلام في الخفاء لكن في الوضوح سبحانك يا رب العباد لايه لالشاب الصالح لما يحب يروح يا تزوج يروح اطلق الباب يا عمي انا اريد ان اخطب ابنتك بكل وضوح لكن وانعاذب الله لو شيء تاني يختبئ ويروح سبحانك يا رب العباد هي كده فالحلال بين والحرام بين الامور واضحة سبحان الله فامت يعني ما ادخرش نفسك في مرض ايه مرض الشبهات وإلا تنقلب عليك مرض شهوات في ناس عندها شهوة الرئاسة يوضع الكرس من حبشين الرجل هو جاعد يقتل في شعبه ليه النهار ليه حسن عنده مرض مرض الشهوات شهوة الايه الترقص يغلي الشعب لما يحبك خلاص يضعك لكن بهذا المنطق انت ماذا تصنع فهذه الشهوات مصيبة وهالتاني عنده شبهة جمع المال جيوب من حرام عنده عنده المال هذه مصيبة كبيرة ليه لانه لما دخلت عليه مرض الشبهات لم يتب منه ودخل على مرحلة الان سبحانه لا اله الا الله فيه يقول له مرض الشهرة عايز يشتهر كده ويشهر اليه بالبنان فلان راح فلان جه وعلى وجه المجلة يا ابني لا اله الا انت بما تبوي هذا ما تخلي الناس تحبك من غير شيء خلي الناس تبص عليك من غير شيء لا اله الا الله طيب ازاي اعالجنا هذه الامرات يعني مرض الشبهات تلك ومرض الشهوات اول شيء تعالى الى قضية البصر لما قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وقل للمؤنات يغضن من ابصارهن واحفظن فروجهن الى اخر الايان هل تظن ان غض البصر ده تراز واحد يعني نوع واحد هو الغض ان اغض عن ما لا انت يقول الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولنا في القرآن لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك الى ما متعن به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى شوف الناجي صلى الله عليه وسلم دان علاج الله يرضى عنكم لو لم تخرجوا من الحلقة الا اقول لهم لنفسي الاول قال عليه السلام انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من اعلى اوهو اعلى منكم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمة الله عليكم يعني ايه انا ليه نظرتين من الواجه نظر الدين ونظر الدنيا نظرة الدين انظر الى لما انظر نظرة دينية انظر لله احسن مني انا اصلي الفرد انظر الى من يصلي الفرد والنفل انا اصلي الفرد والنفل انظر الى من يحفظ القرآن فرد والنفل واحفظ القرآن انظر الى من يصوم الاثنين والخميس انا اسطح كل ده واصوم الاثنين والخميس انظر الى من يصوم يوم ويوم انظر الى اهل الصداقات اهل التقوى اهل الخير في الدين انظر لمن هو افضل مش المحجبة نص حجاب ونص شعرها بين تنظر الى غير المحجبة لا تنظر الى التي سترت نفسها فلما تنظر الى انها سترت جسمها كله ان شاء الله اصل لهذا المستوى مش هي نصف حجاب تنظر الى غير المحجبة لا تنظر الى المحجبة الكاملة واحدة تانية اضحك عليها اصلا لو تحجبت في نساء محجبات ومنتقبات ومغتبات ونمامات لا اتحجب انت ولا تكون انا مغتبا ولا نماما يعني عدم حجابك على الذين يعني ليست اخلاقهم على المستوى المطلوب لا كل اسلام الذي تريدين اعملي الجزيتين خلق ودين اتديني بالحجاب وتخلقي بامساك اللسان يبقى انتقلها جماعة فاوعيتي ففي الدنيا في الدين انظر العلم النبي صلى الله عليه وسلم يعيضنا ان ننظر الى من هو ايه الى من هو اسفل مننا يعني ايه يعني انا عندي سيارة توصلني للعمل مش انظر لللي عنده سيارة اغلى سيارة احسن لا انظر لللي الذي ليس عنده سيارة طب انا ما عنديش سيارة واسر على اقدامي انظر لمن لمن هو اعيق عن الحركة ولا يستطيع ان يسير لعنده شلل او الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بيه كثيرا من قلق طب عندي بيت غرفتين مانظرش اللي عنده بيت باربعة وخمسة وعاشة لا انظر اللي عنده غرفة ها انظر اللي عايش في المخيم طب ده انا عندي مخيم انظر اللي عايش في العراء فلا ازدري نعم الله عليه لكن الكارثة اللي حصل في الدنيا ايه الناس في الدنيا تنظر الى من هو افضل سبحان الله وذلك احد الصالحين يقول صاحبت الاغنياء فلم ارى احدا اكثر هما مني يا الله ليه قال سبحان الله ارى دبته خيرا من دبتي وبيته خيرا من بيتي وصاحبت الفقراء فاشترحت لكن بتعيش طول حياتك معنا الاسلام اللي صدد الغنى بالعكس ده الغني الشاكر افضل عند الله من الفقير الصابر لكن القضية ان الواحد مننا سبحان الله يجب ان ينظر في الدنيا الى من هو اقل ابو مسلم الخلان الله يرضى عليه من التابعين في زمن معاوية كان يهي على نصة الشارع يكبر الله اكبر فيسمح تكبير زوجته طوله الله اكبر يجي على الباب الله اكبر طوله الله اكبر يدخل البيت الله اكبر فجي في مرة يكبر على اول الشارع لم يسمح تكبيره زوجته على باب الباب الدار كبر لم يسمح تكبيره دخل البيت الله اكبر فدخل بيها ايه في حالة غم زي انت لما تدخل احيانا كده يعني كثيرة يعني زوجتك كده من غير سبب. ده سبحان الله 11 ثلاث واحد واحد كده اما بالطول او بالعطب الجميع قلت فيها لطيف. فيه? قال ماذا? قالت انت قريب من معاوية. من ايه? فلماذا يعطينا خادما يخدمنا? قال انت بس يعني قريب من الامير المؤمنين والرأس الكبيرة في الدولة. فيش اي فاي دخلناه منه. قال رضي الله عنه او مثل. اللهم من افسد علي زوجتي فاعمي بصرها. لان اكيد هي يوم زوجتي لعت مع حد من اياهن بتوع الغيبة والنميمة والنظر للدنيا. بعد لحظات سمعوا جارتهم تقول هل اطفعتم المسرجة? تقول ايه طفيت النور? عميت. فسأل ايه اللي حصل? قال ان هي جارة دي جت عند زوجة ابو مسلم الخلاني. قال ان زوجك قريب من معاوية ولا ارى الغنى عندكم واراكم فقراء ومشتجين تكروي ووالا. يا الله. فذهبا. ذهبا. اه او ذهبت المرأة مع اهلها الى ابي مسلم ان يعفو عنها وان يدعو له بالخير. تقول كتب السير في تاريخ ابو مسلم الخلاني انه دعا الله عز وجل ان يرد عليها بصرها فرد عليها بصرها. انظر الى الصالحين كانوا عاشين نساين. احنا فين هم فين? احنا دين ضيعين روحنا بالنظر الى الى من هو ايه? يا الله الاه. يعني وما من شيء الا من شيء الا عندنا اخذ كل شيء. الاخلاق القلم ده عنده خزائم الورق دي يعني قل رحمة الله. لا يتمنى بعضكم ما فضل الله ويبعدكم على بعض. ربنا قال ايه? ماذا قال? لنساء نصيبهم مما اكتسبت? واسألوا الله من فضله. يا بلى لان ما احقد على الناس. واحسد الناس. وانظر على الناس. وما اعطان. يا اخ الذي اعطاهم يعطيني. اللهم ما اعطينا رضا وقناعة وصبرا وحلما وفضلا يا رب العالمين. ولكن اسألت مرض الشهوات ومرض الشبهات. واقفى اخرى ان شاء الله. ولكن بعد الفاصل باذن الله كونوا معي اهلا بكم. مرحبا بكم احبة في الله مرة اخرى. ونحن نتحدث عن كارثة مرض الشبهات ومرض الشهوات. ومسألة ان الانفارة رب العبادة لحبيبي لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه. ورزق ربك خير وارقى. سبحان الله. الا الا. في نظرات اخرى. يعني. يعني. انا للاسف الشديد والله يعني. يعني. اه. يرق قلبي على هؤلاء المرضى. الانسان زائغ العينين. يعني بص على هذه وتلك وتلك وتلك. سوف. فيه تلات نقاط. لقطة الاولى. من غض بصره. اطلق الله له بصيرته. هذا امر. ومن غض عينيه عن محارم الناس. غض الله عيون الناس عن محارمة. هذا امر. الث. ان زائغ العينين. هو شارب البحر. لا يزيده الشرب ولا عطشا. كل ما يشرب ليه. يبص على الحمرة والخضرة والصفرة والصمرة والسودة والبعدين. ما الذي يستفيده. ماذا اخذ من هؤلاء. واذا نظر كل محارم هؤلاء الى حرماتك. ها. ماذا ترك لك. سبحان الله. الفضل ابن العباس يوم النحر. يوم الحج الاكبر. جالس جنب النبسة والشاب. والعباس عام الرسول جالس. في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت امرأة وضيئة. زابعة. فجعل الفضل يطالعها. فالخض ابن عم. فعاد ينظر اليها وتنظر اليها. فالرسول مرة اخرى. ادار خض الفضل. قال العباس. المت ابن عمك يا رسول الله. لك. قال رأيت شابا وشابة فلم امن عليهم ايه. فلم امن الشيطان عليهما. رسول له. ليه. ما هي المشكلة مراحل. نظرة ها. فابتسامة ها. فسلام ها. فكلام ها. فموعد صح. قال شوخي هذا الكلام الجميل. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فلقاء يكون منه شفاء او لقاء يكون منه الداء. تبقى مصيبة. لقاء يكون من الشفاء بالزواج بالاعتصام تحت بيت واحد بالحلال. او لقاء يكون فيه داء تبقى مصيبة. تارثة سبحان الله. فانت تحتاج قلبك عشان ما تنظرش وعينك عشان ما تنظرش الى الان. عايز حجر صحي ايماني. مش اللي يكون في بلد فيها او بيئة. والاصل بتاع اللي هي اللي يوصل لها. يدخلوا الحجر الصحي الاولى غايت نكشفه عنه. نكشفه عليه. يحمل الفيروس. يحمل الميكروب. حمل المرض. نعايزين حجر صحي قلبي ايماني. هذا الحجر ايماني هو اللي يدخل الانسان في ايه. في 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 هذا الاطار. وبعدين النظر هذا جارحة. والجارحة تتبع القلب. طيب القلب كيف اطهره? اول شيء وحوله من قلب قاس الى قلب هش. يسمع ايات الرحمة يذوب. يسمع ايات العذاب يخاف. يسمع الجنة يشم رائحتها. يشعره بكذا القلب يتعامل سبحان الله بالايه? يعني 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 بهذا المنطق. ولذلك انا ارى والله اعلم برؤية الضيقة البسيطة المتواضعة التي قد تكون جاهلة وليست علمة. ان اعمال القلوب اهم من اعمال الجوارح. يعني ايه? يعني اللي بيمد يده للحرام او عينه للحرام او اذنه للحرام. لو صلح قلبه. القلب ده الامير. ده الحاكم ده الملك. هيضبط هيضبط ايه? العمال عنده ورعيته هيشدهم. يبقى فيه لجام. هم? لجام? سبحانه الله. يلجم بها زي زي الفارس بالزبط. الفارس لما يجد الفارس هيرمح خارج الخط في السباق. يتحكم فيه بالايه? بهذا اللي جام? يلجمه. فهكذا سبحان الله العظيم. زي سمي العقل عقلا. لانه يعقل الجوارح. يعني يعقل يعني يقيدها. طاع اهل نصال. بكل معصية. لان القلب تستطيع ان تقول هو خزع الاخلاق. القلب ده الخزان بتاع الاخلاق. سبحان الله يعني الاخلاق والمشاعر والنوازع والملكات ده محلها القلب سبحان الله. فيتحول القلب من قلب قاسي الى قلب لين ومن قلب لين الى قلب حي. يحيى القلب. مش مات قلبه? لا ما هو ما هو فيه قلب سليم وفيه قلب سقيم وفيه قلب ميت. القلب السليم ده له قلب الحي. يحيى بذكر الله. اول محنى الضائر عظيم. ده طعامه. زي طعام البدن للاكل والشرب. طعام القلب لذكر الله سبحانه وتعالى. احيى القلوب بايه? بذكر الله عز وجل. يبقى مش ذكر للذكر اللساني. الذكر اللساني ده النوع من الذكر. الخشى والخوف والتوكل واليقين والانتظار الغد والامل في رحمة الله. والخوف من مكر الله. وعدم الامن من مكره عز وجل. هو كده. ويمكرون او لمكر الله. والله خير ربما كريم. فالخوف بهذا المنطق. وبعدين العلماء كان يريدعوا دايما اللهم لا تجعلها في قلوبنا واجعلها في ايدينا. سبحان الله. يعني لو لو تمكنت الدنيا من القلب تصير كارثة. تصير مصيبة. فانا عايزين العايزين القلب سبحان الله يكون ايه? يكون يعني معطاق يعني سبحان الله للالالالالالال لليقين والتوكل فتخرج الدنيا من القلب فهي تبقى في اليد فربنا يضع البركة اما قلوبهم واستحوذوا عليها تحتل الدنيا فتطفح الدنيا داخل القلب روائحها الكريهة ونوازعها الشريرة التي يعني لا تأتي بخير طيب واحد يسأل سؤال طيب انا عايز احول قلبي من قلب قاسي او سقيم الى قلب سليم ايه اللي ممكن اعمله التخلية قبل التحلية كما قلنا من قبل ونكرر التخلية قبل التحلية ما ينفعش لا يصح ان القلب يدخل على الله وفي امراض ايه امراض القلب لازم اراعيها الكبر الحقد الحسد الامن من مكر الله فتبالك اليأس من رحمة الله القنوط والعيذ والله وبعدين العجب والرياء انت عندك سبع امراض يا كبيرة لو علاجت السبع دول يبدأ اسمها التخلية وندخل بعد كده على مرحلة التحلية اول مصيبة في القلب دي مصيبة الذنب الابليسي الذنب اللي هو الايه اللي هو الكبر هو ابليس لم يصل لابينا ادم ناحية مرضية مرض الكبر انا خير منها وانا خير منه دي موجود عند الكل اللي مرحمة ربي طبعا انا احسن واحد في العائلة عندنا انا اهم واحد في القبيلة انا افضل موظف في المصلحة انا احسن يا عم اردى بيسا اللي يرضى عنك يا عم اردى عنك اردى شوي عمر الله يرضى عنه يقول لو نادى منادن يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون هنالواحد لو سمعها واحد من طراز 2012 لو نادى منادن يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا يقول لي بعمي اللي اخذ المرأة يبزوشتي لانها تتعبني لا اله الا الله يقول نفسي قالها عمر لانه صاحب قلب مقبل على الله لو نادى منادن يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون هنالواحد فالكبر اتكبر ليه ليه اتكبر على خلق الله لانا تنتينني عرقة وتخلقني بقة وتميتني شرقة وانا خرجت من مجرى البول مرتين فعيب اتكبر انا قلوقت من طين يا ابن ادم طي الارض بكلتي قدميك فانها عن قليل سوف تصير قبرك واعلم انك في هدم عمرك مذ ولدتك امك فانا انا من طينة الارض كلكم لادم وادم من طراب ما فيش واحد من طينة اخرى لا كلنا من طين وحتى العوامي يقول لك يا اخي كلنا اولاد تسعة صي فينا اولاد سبعة وعصبين شوية لكن فيه كلنا مكتنا في ارحام من تسعة او نزلنا ليس هناك رحم يقذف رحم يقذف صفهاء ابد السفاهة والنبل تعود الانسان هو اللي يبنيها انا اللي ابني السفاهة او ابني النبالة او النبل الخلق انا الابني عالم الخلق كبر تكبر ليه ده اول مرض والمرض ده فتاك ليه لان لن يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذر من كبر طيب ده هذا الامر الامر الثاني الحسد ده اخرى احسد الناس على ما اتاهم الله من فضله امامنا الشافعي يقول الا قل من صار لي حاسدا اتدري على من اسأت الادب اسأت على الله في صنعه لانك لم ترض لي ما وهب فجازاك ربي بان زادني باب الطلب انت اللي انت اللي تعبان انت الكنار تأكل بعضها انت لم تجد ما تأكله انت للأسف الشديد الحسد بتاعك ده عبارة عن اعتراض شديد وواضح على تقسيم الله في الازل لارزاق العباد يعني انت مطارد ليه يا رب بديت اخويا غينة وانا ما اعطتنيش ليه هو عنده وانا ما عنديش ليه انا مريض وهو سليم ليه اهل لا حبل ولا قوة ايدنا بالله فالعبد سبحانه الله العظيم يجب ان يراعي يجب ان يراعي ان مسألة الحسد هذه هي مسألة يعني يعني تضيع قناعة الانسان تخلي غير راضي بما قسم الله ليه لان دائما متطلع لان عند الناس لان دائما احسن مني وانا سارت وولاده احسن مني يا الله وانت تعيش في هذا الهم الى متى الى متى تعيش هذا الهم سبحان الله هتعيش كده في حسرة وتعيش في وبال لان عايزك انا بما قسم الله لك يا ايوب ارضى بما قسمت لك تكون اغنى الناس فالانسان لما 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 يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من امسى امنا في سربه معافا في بدنه اقوط يومه فكأنما حذافيرها ادي المرض الثاني الحسد التخلية هي شلت الكبر ونزعت الحسد والرياء تحبط منظر امام الناس انا الحمد لله اصو متين وخمين انا الحمد لله اولادي يحفظونا القرآن انا الحمد لله يا اخي تقولوا ليه كده يا فلان ولا اما بنعمة ربيك افحاد يا رجل الرياء ما فيش داعي خلاص خلد عبادة بينك وبين الله سبحان الله الرياء اليسير من الرياء شرك سبحان الله فتيله وبيصلي في المسجد يا سلام على مهل ويرقع ويسبح يمكن مش ثلاث مرات بس واحد وعشرين مرات سبحان الله فالرياء كارثة كبيرة ولكن للحديث بقية في هذا الموضوع ان شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله سدعكم الله الذي لا تضيع دائعه ولا تنسونا من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته